مع كثرة من يدعون محاربة الفساد في العراق من الطبقة السياسية والمتجحفلين معها إلا أن الفساد ينمو ويترعرع وتتنوع أشكاله وطرقه وتحديثاته تزامناً مع تطورات التكنولوجيا وأساليب الفساد والسرقة الحديثة القائمون على عمليات الفساد المالي والإداري في العراق يتمتعون بصلاحيات واسعة ومناصب رفيعة تمنحهم الحصانة الكافية وبالتالي عدم خضوعهم للقانون مما يجعلهم فوق السلطة فتتم بذلك جميع عمليات الفساد برعاية كاملة من تلك الطبقة الفاسدة والمتنفذة في مفاصل الدولة حكومة الإطار التنسيقي تعيش حالة من الاضطراب لسيما فضيحة شبكة جوحي وتصريحات رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون وما تابعها من ردود فعل سياسية وشعبية لكن الغريب في الأمر أن الجميع متفق على وجود الفساد بشكل كبير وغير مسبوق دون اتخاذ أي خطوة في منعه مما يدل على اشتراك الجميع فيه فها هي اللجنة المالية النيابية تشير إلى خلل في عمل الجمارك بينما كشف عضو مجلس محافظة بغداد أحمد الربيعي أن مشروعا واحدا لأمانة بغداد لصبغ الشوارع كلف مبلغ مليار وأربعمائة مليون دينار عراقي لم يستمر سوى ثمان ساعات فقط على الأكثر ومن ثم تلاشى فيما كشف النائب ثائر الجبوري أن المتهم نور زهير مجرد عربة لتحميل الأموال لصالح جهات فاسدة مضيفا أن سرقة القرن لا تزال مبهمة وفي ذات السياق كشف تقرير صادر عن الكونغرس الأمريكي عن تورط عدة أطراف بحكومة السودان بما في ذلك وزارته النفط والنقل وشركة سومو بالتورط في تهريب النفط العراقي لصالح الخزينة الإيرانية سياسة الإفلات من العقاب شجعت الأحزاب والميليشيات على المضي قدما في ارتكاب جميع أنواع الفساد بل لم يعد إعلان عمليات السرقة شيئا مخجلا ولا يشكل أي تخوف من العقاب أو الفضيحة فبات الجميع يفضح الجميع والقضاء الفاسد هو الآخر يقف صامتا متفرجا أو مشتركا أو مرتشيا في جميع عمليات الفساد التي تجري في العراق